هل تعتقد بأن إيران ستكرر محاولاتها لإيصال الرسالة؟ لا لا أعتقد أن إيران ستستطيع أن تقصف موقعاً آخر وخاصة سمعنا أن هناك وفداً على المستوى سيزور العراق قريباً جداً هذا يعني أن الأمور ذاهبة إلى التبريد نوعاً ما وإيجاد نوع من الحل حتى لو كانت نفرض جدلاً أقول هنا إن كان هناك موقعاً يشتبه به موساد أو غير موساد ألم تكن هناك سياسة الباب المفتوح يعني هناك سياسات دول تتخذ هذه الدول عندما تكون مشكلات فيما بينها ولكن الرد بالقصف وسياسة القصف هذا مرفوض وبالتالي أنا أعتقد أن الأيام المقبلة مقبلين على تشكيل الحكومة ومقبلين على حكومة جديدة هذه الحكومة أكثر ما تحتاج إلى الدعم الدولي والدعم الإقليمي وبلحاظ هذا سيكون بتقدير حاضراً الملف العراقي وحاضر الحكومة العراقية في هذه المباحثات القريبة العاجلة ستكون في وغداء